اهلا بكم اعزائي التلاميات السنة الرابعة ابتدائي في هذا الفيديو التعليمي الجديد الخاص باللغة الانجليزية واللي راح نشوفه فيه حل تقويم في اللغة الانجليزية حول مضمون الوحدة الاولى يونت وان فاملي اند فرانز الوحدة الاولى العائلة والاصدقاء الوحدة هذه والدورة ستحها بالكامل شفناهم في فيديوهات سابقة على القناة راح نخلي لكم الرابط تنتحهم كامل في صندوق الوصف هكذا اي واحد فيكم ما تابعهمش يقدر يتابعهم هذا هو الموضوع او هذا هو التقويم اللي راه يدر امامكم في الشاشة يتشكل من نص ومن خمس تطبيقات الرابط تنتعه كالعادة راح نخليه لكم في صندوق الوصف اذا بدون ايطالة يلا نبدأ والحل بشكل مباشر وما تنسوش كالعادة الضغط على زي الاشتراك ومتابعة القناة and let's begin our lesson I read and do the tasks اقرأ واقوم بالتطبيقات السنة الماضية كي كانوا يمدلكم تقويمات او اختبارات في غالب الاحيان كانوا يمدلكم التطبيقات بشكل مباشر لكن هات السنة رايحين يبقوا يمدلكم نص صغير ثم مجموعة تعالت تطبيقات تاليه كي ما هذا التقويم اللي راه امامكم يعني هنا يلازبكم تقرأوا النص تفهموه وتسمعوا لأستاذكم كي يكون يشرح لكم فيه وتما عادة تقدروا تجاوبوا يعني الإيجابات متعلقة بالنص تبعوا ما راح نقرأ لكم النص ونشرح لكم أهلاً أنا مهدي في عمري أحد عشر سنة أنا جزائري من مدينة عنابة لدي أختين اتنتين أختي فايزة واحد وعشرون سنة وأختي نورة ثلاثة عشر سنة اسمعوني مرة ثانية كيفش نقرأ نفوتوا الآن للتطبيق الأول أملأ الفراغات بكلمات من النص يعني باش تحل هاد التطبيق لازمك تكون قرأت النص وانتبهت لها مليح نقرأوا الجملة الأولى هاد الجملة راح كاينة في النص فعلاً راح ها ودعني بينها لكم الآن إذن نقارنوا بين هاد الزوج جمل ونشوفوا الكلمة اللي راح تخص يعني الكلمة الناقصة واش من كلمة راح تنقص هي كلمة تو لتعني الرقم اثنان إذن هذيك الكلمة نكتبوها هنا في الجواب واجيكم الجملة إذن شفتو هنا فقط تتحوسوا على الجملة اللي مدوها لكم في النص وتشوفوا الكلمة اللي راح ناقصة وتكتبوها في الجواب الجملة الثانية هذه الجملة كذلك راح كاينة في النص فعلاً راح راح بعد الجملة هذيك مباشرة إذن نقارنوا هنا كذلك واش هي الكلمة اللي راح تنقص؟ هو الاسم من تاع الأخت انتاعه فايزة إذن هذيك الكلمة نكتبوها هنا واجيكم الإجابة وهكذا حلينا التطبيق الأول وضمننا نقاط انتاعه بالكامل وفي التطبيقات المشابهة حوسوا على الجوم اللي مدوهم لكم وشوفوا الكلمة اللي تخص ارفضوها من النص وكتبوها في الفراغات التطبيق الثاني أكملوا الجدول بكلمات من النص هنا كذلك لو كان ما تكونوش فاهمين النص وقاريناه ما راح نش تقدروا تجاوبوا هنا مدونا جدول فيه شوية معلومات لازم احنا نعمرهم من النص مثلا نعيم الاسم ومدونا اسم مهدي يعني راح نملؤ المعلومات الخاصة بمهدي age السن أو العمر nationality الجنسية city المدينة اذا نملؤهم احنا ونبدأوا بالعمر age في النص مهدي كان قيلنا I am 11 years old عمري 11 سنة اذا هديك 11 سنة تكتبوها في الخانة تاع العمر age ننتقلوا الان للجنسية nationality وهو واحد من الدروس اللي قلناهم شفنا الجنسية الجزائرية algerian الامريكية american الصينية chinese والمصرية egyptian شفنا هاد الجنسية احنا في الدروس نتوعنا ايدا نمشي ونحوسو على الجنسية تاع مهدي وراه كاتبها في السطر الاول i am algerian انا جزائري نرفضوا هديك الكلمة ونحطوها في الخانة تاع الجنسية اخيرا عدنا كلمة city اللي تعني المدينة اللي يسكن فيها مهدي كيتقرعوا city or country يعني كيكونوا يطلبوا منكم تصيبوا المدينة او الدولة وروحوا للنص وحوسوا على كلمة from وهي هديك الكلمة اللي درت لكم الايحاط عليها بعدها رايحين تصيبوا اما المدينة او الدولة هنا في هذه الحالة كتبونا في النص المدينة اللي هي مدينة عنابة اذا احنا نفضوه نكتبو عنابة لكن إلا كانوا طالبين منكم الدولة or what we call in english country رايحين يكتبو لكم اسم الدولة بعدها اذا تفكروا اسم المدينة او اسم الدولة تصيبه بعد كلمة from وبهذا حلين التطبيق الثاني وجاكم the name مهدي age 11 years nationality Algerian city عنابة الاسم مهدي السن 11 سنة الجنسية جزائرية والمدينة هي عنابة ننتقلوا الآن للتطبيق الثالث task 3 i circle the right answer وحيطوا الإجابة الصحيحة هنا بدونا ثلاثة أعداد مكتوبين أحيانا على شكل أرقام وأحيانا على شكل حرف وهذه الثلاثة أعداد رهم مكتوبين في النص وهما الأعداد اللي راني بسطر لكم تحتهم الآن كل عدد رايحين تقومون بإحاطة الإجابة الصحيحة مثلا الرقم الأول هو الرقم 11 مدوا لكم ثالث خيارات 12 11 9 إذن الرقم 11 كيفاش نقولولها بالإنجليزية we say 11 11 وهي الإجابة الثانية إذن نقوموا بالإحاطة نتحد الإجابة نفوتوا الآن للعدد الثاني 13 13 كيتسموا هذا الرقم في الإنجليزية واش يمثل؟ هل يمثل الرقم 17 الرقم 13 ولا الرقم 3 يمثل الرقم 13 13 هي 13 وآخيرا عدنا الرقم 21 كيفاش نقولولها بالإنجليزية 21 20 or 10 الرقم 21 بالإنجليزية we say 21 21 يعني الخيار الأول أما الخيار الثاني 20 فهو 20 والآخير 10 فهو 10 والدرس على الأعداد قريتوا العمل لي فات من الرقم سافر إلى عشرة وهذه السنة خلال الدرس الأولين تعكم شفتوا حتى للرقم 30 إذن حاولوا هذك الدرس تفكروا هم ليح وراني ندار على القناة تقدروا تتابعوا أول درس لنا من درس السنة الرابعة ابتدائي وراحين تفهموا الأعداد كامل التطبيق الرابع Task 4 I reorder the letters and write correct words ورتيبوا الأحرف واكتبوا كلمات صحيحة هنا مدونا ثلاثة كلمات مكتوبين بشكل غير مرتب لكن مدونا الحرف الأول فيهم في بلاسته الصحيحة يعني باش يبينو لكم الكلمة باش تبدأ وهكذا يسهل عليكم الأمر شوية نبدأوا بالكلمة الأولى ونشوف الأحرف اللي فيها We have S I T S R E هذو هما الأحرف كان ستة أحرف نمشيوا للنص ونحوصوا على كلمة تبدأ بالأس وفيها ستة أحرف عدنا كلمة Sister هي الكلمة اللي فيها ستة أحرف وتبدأ بأس وفيها نفس الأحرف اللي رههم تمام مش مرتبين إذن هذيك هي الكلمة ونعمروا الخانات كامل بالأحرف على حساب الترتيب تحديك الكلمة Sister وجيكم الإجابة كي مرأني بيينها لكم الآن إذن هنا أحسبوا عدد الأحرف وقارنهم عن نص وحوسوا على الكلمة اللي فيها نفس الأحرف وهذا هو الشيء اللي دلنا هنا الكلمة الثانية الكلمة الثانية We have A G L R A I E N هذو هما الأحرف والكلمة تبدأ with the letter A يعني الكلمة تبدأ بالحرف A عدنا في النص كلمة Algerian هي الكلمة اللي تبدأ بالحرف A وفيها نفس عدد الأحرف يعني فيها تمانية أحرف كذلك إذن نمشي ونكملوا هنا الأحرف ونكتبوهم بشكلهم المرتب في الخانات المتبقية Algerian الكلمة الآخيرة A N B A N A عدنا ستة أحرف هنا كذلك نشوفوا الآن كلمة فيها ستة أحرف وتبدأ with the letter A فرها هي كلمة عن نابة لأنني بينها لكم الآن في النص نمشي والآن للخانات ونكتبو الأحرف المتبقية بشكلهم المرتب عن نابة وبهذا نكونوا حلين هذا التطبيق يعني هنا يجابو لكم تلت كلمات مكتوبين في النص بشكل غير مرتب وبينو لكم الحرف الأول بش يساهلوا عليكم المهمة وحتى ولو ما كانوا شنبينو لكم الحرف الأول تقدروا تسابوهم بسهولة فقط حسبوا عدد الأحرف وحاولوا تقارنوا الأحرف الموجودة هنا مع الكلمات اللي فيهم نفس العدد على الأحرف تحهم التطبيق الخامس والآخير خطو يدي هنا عندكم جملة مكتوبة بخط اليد طلبوا منكم تقوموا بإعادة الكتابة انتحها هنا يا رايحين تحاولوا تكتبوا نفس الجملة بخط اليد انتعكم وحاولوا تتبعوا كيفاش مكتوبة الجملة بأدق التفاصيل يعني كل حرف حاولوا تكتبوه بين نفس الطريقة ما تكبروهش كتر وما تصغروهش كتر مثلا الحرف الأول آم راه مكتوب مين السطر الأزرق إلى السطر الأخضر الآخير إذن حنا نكتبوه بين هذوك الأسطر فقط يعني ما تحاولوش أنكم تصغروه وما تحاولوش أنكم تكبروه ونفس الشيء للأحرف الصغيرة ينكتبو بين الخطين الأول يعني الخط الأزرق الكبير والخط الأخضر الأول الصغير كذلك يكتبوهم بيناتهم وما تحاولوش أنكم تكبروه في الكتابة لأنكم كتبعو نيشان كيفاش مكتوبين راح يكون الخطة نتعكم جيد وواضح وحاولوا كذلك يكون القلم منتعكم قلم مناسب للكتابة بهذا نكون وكملنا الحل أنت عن تقويم منتعنا لكن درت لكم تطبيق إضافي أضع كل كلمة في الجرة المناسبة عندكم أربع كلمات رايحين تحطوهم في المكان الصحيح نتحهم تبقوا معي في الجرة الأولى راح كتبين كلمة اللي هي كلمة واللي تعني الرقم ثلاثة أما في الجرة الثانية راح كتبين كلمة اللي تعني أب هذ الكلمتين بزوج فيهم the letter T and age فيهم حرف T واش واللي فهمتكم باللي في اللغة الإنجليزية أحيانا ننطقوه كثاء وأحيانا كذال وهذا هو اللي راح مديرينه في هذا التمرين عدنا the word three انطقناه كحرف ثاء وعدنا the word father انطقناه كحرف ذال وبقية الكلمة اللي في الأعلى راح نرتبهم على هدل الأساس أي كلمة التي أشلي فيها ننطقوها كثاء نحطوها في الجرة الأولى with the word three وأي كلمة ننطقوة تاي أشلي فيها كحرف ذال نحطوها مع الكلمة الثانية في الجرة الثانية منشوفوا أول كلمة this this اللي تعني هذا كينطقتها لكم؟ كيفاش نطقت التاي أشح هنا يا؟ نطقتها as the this إذن نحطوها في الجرة الثانية مع كلمة father الكلمة الموالية thirty الرقم ثلاثون كيفاش نطقت التاي أشلي فيها؟ كحرف ثاء إذن نحطها في الجرة الأولى مع كلمة three الكلمة الموالية brother brother لي تعني أخ كيفاش نطقت التاي أشلي فيها؟ كحرف ذال إذن نحطها في الجرة الثانية مع كلمتي father and this وتبقى لنا الكلمة الأخيرة هي كلمة bathroom bathroom تاي أشلي فيها انطقتها كحرف ثاء إذن نحطها في الجرة الأولى مع كلمتي three and thirty وهكذا حلينا التطبيق وهنا يا كما ملاحظة الأستاذ انتعكم رايح حط لكم فقط الكلمات اللي شفتوهم خلال الدروس انتعكم ما راح يجيب لكم كلمة جديدة باش تقولوا كيفاش نعرفوا بقية الكلمات رايح حط لكم فقط الكلمات اللي شفتوهم مثلا في حرف الذال يحط لكم father brother mother this وفي حرف الثاء يحط لكم مثلا bathroom three thirteen إذن هدوهما بعض الكلمات اللي رايح حطهم لكم وأكيد رايح يقراهم لكم خلال الدروس انتعكم يعني رايح انتسمعوا كيفاش رايح انتقطع الشلي فيهم وهكدا رايح انتقدروا جاوبوا بكل سهولة بهذا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو تاعنا ونتمنى انه التقويم اللي درته لكم اليوم كان مفهوم ليكم جميعا وتكونوا استفتوا منه نتلاقوا في فيديوهات مقبلة بحول الله شكرا لكم على المشاهدة ونراكم على المشاهدة اشتركوا في القناة